اشتركوا في القناة الى مرحلة الاسدار النهائي حصرت لعبة محاكاة الغواصة النووية في المحيط الجليدي باروت روما على مواد اطلاق نهائي سيكون هذه المرة في تاريخ 13 مارس المقبل من هذا العام وبذلك ستنتقل الاسدار 1.0 على متجر ستيم مع مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة في اثناء هذه العملية قصة هذه اللعبة المثيرة تتمحور حول طاقم غواصة نووية علق في اعماق المحيط في احدى اقمار كوكب المشتري حيث رح يتواجه انواع غريبة ومريبة من الاعداء لأول مرة بالاضافة الى محاولة البقاء في بيئة مليئة بالعقبات والمناطق المتنوعة الغامضة داخل اعماق المحيط المظلمة ما يميز اللعبة هو الفيزياء والرسومات الجميلة طبعا نجحت في تجسيد جميع التفاصيل بيئة الغواصة النووية مع امتلاكها عناصر كثيرة رح تساعد في مواجهة الاعداء وعمل الاصطلحات الضرورية والكثير من المواقف التي من بينها المحافظة على تبريد المفاعل النووي الذي يعتبر قلب الغواصة طبعا وصلت اعداد اللاعبين الذين قاموا بتجربة باروتروما الى اكثر من 2.5 مليون مما استطاعوا الصعود على متن الغواصة وهذا بحسب ما افاد مطوري اللعبة وهي استوديوهات فيك فيش واندرو تاو جيمز طبعا رح تكلمك اليوم عن نبذة عن باروتروما باروتروما هي لعبة بقارح تأخذك في اعماق المياه المظلمة والغريبة وصل البشر الى قمر المشتري ويجب ان يعيشون تحت الماء بسبب ندرة الاماكن الصالحة للسكن على نطاق واسع ومع ذلك فهي ليست الكائنات الحية الوحيدة التي تستكشف اعماق المحيطات سيتح لك باروتروما تجربة لعبة مليئة بالاثارة اثناء مواجهة وحوش البحر واستكشاف نطام السفن واكتشاف القطع الاثرية والموارد القديمة اللي راح تساعدك ان تضاقمك على البقاء على قيد الحياة في يوم اخر اللعبة مليئة بالحركة والمغامرة اذا عجبكم مقطع لا تنسوا اللايك ولا اشتركوا بقناة تفعيل زر التنبيهات وصلوا على النبي وافي امان الله